نروح ليه أخبار النادي الأهلي ومارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تكلم مع اللاعبين وقال لهم حاجة ظريفة قوي حاجة لطيفة حب أنا الناس اللي بتلعب في حدث صغيرة كده قال لهم إن أنا هصرف مكافأة لللاعب اللي هتكون أرقامه الخاصة بالتحليلات والجهد البدني والوزن والتحركات وتنفيذ التعليمات المثالية أو تعليمات تنفيذ التعليمات بالمثالية خلال الأيام اللي جاية يعني اللي هيعمل كل التعليمات واللي هيبقى وزنه كويس واللي أمور البدنية كويسة كل ده بأرقام وستاتيستيكس كده وحاجات يعني علمية شديدة اللي هتبقى أرقامه كويسة هياخد مكافأة إيه المكافأة معرفش أكيد هي مكافأة مش في اللقاح بس يعني هتطلع له مكافأة فده شيء تحفيزي لطيف لطيف جدا طيب مفاجأة كبيرة جدا عرفناها من النادي الأهلي مصدر في النادي الأهلي قال لنا أنه كولر يعني بلغ بعض المساعدي في الجهاز المعاون أنه مظلوم ومتفاجئ من أداء ومستوى بعض اللاعبين في الفريق وأن في لعيبة محتاجة تشتغل شغل كتير جدا حدد ستة أسماء عشان أقولهم دلوقتي عشان لسة يعني الستة أسماء دول يعني إيه ممكن يبقوا أحسن أكيد يعني مع الشغل مع الجهاز الفني ممكن يبقوا أحسن فمش عايزين نقول أسماءهم دلوقتي ستة لعبين حدد ستة لعبين تحديدا وطلب من مساعدي أنه هم يركزوا معهم الفترة اللي جاية ببعض التعليمات والتدريبات المكسفة عشان يبقوا في مستوى جيد ستة لعبين هو مصدوم في مستوىهم عشان كان بيتقالوا كمان أنه هم لعيبة مميزة جدا لما شافهم في التدريبات وما شافهم في التقسيمات حاس أنه هم بوعاد تماما ومحتاجين شغل فني وبدني كبير جدا